ودول حوالي أو عفواً الأكتر من 18 سنة اللي هم من 45 إلى 52 وعدد كبير من المواطنين أيضاً كل التفاصيل دي يعني المسح الشامل ده عبارة عن إيه؟ من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات؟ يعني إيه مصاب بفيروس انتكس؟ لأن دي كان تساؤل عند ناس كتير جداً يعني إيه انتكاسة بعد الفيروس؟ إزاي أتفاد هذه الانتكاسة؟ كل هذا وأكثر هنعرفه معظفنا اللي بنوّرنا في الستوديو الأستاذ الدكتور إمام واكد أستاذ طب الكبد بمعهد الكبد القومي وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات أهلاً بيك يا دكتور المواطن طيب الأول نتكلم عن مبادرة المسح الشامل دي عبارة عن إيه بالضبط يا فندم؟ عايزين شرح كده مفصل لها الفيروس في معظم المرضى ملوش أعراض ملوش أعراض وما بيكتشفش إلا بالتحليل إحنا من أربع سنين ابتدى يبقى فيه أدوية فعالة ونجحة جداً لعلاج فيروس C فكل من كان عارف أن عنده فيروس C ومتشخص بالمرض أخذ العلاج وتم علاجه ويمكن تقريباً كلهم أو 98 أو 97% منهم تم شفاءهم من فيروس C تمام إنما فيه في مصر يمكن من ثلاثة إلى أربعة مليون مصاب بفيروس C ما يعرفوش عندهم فيروس C دول للقضاء على فيروس C في مصر وعشان مصر تبقى خالية من فيروس C لازم نكتشفهم ونعرجهم من هنا كانت مبادرة السيد الرئيس الجمهورية للمسح الشامل اللي اكتشف فيروس C المسح الشامل حيتم كشف على كل من هو فوق سن 18 سنة في مصر بتحليل بشكل الأكتر من 18 مش لسن معي لا فوق 18 فوق 18 وخلص أي سن التحليل بسيط جداً شكه بنقطة دم زي تحليل السكر بالشريط وفي عشر دقائق حيتعرف إذا كان عنده فيروس C ولا لا اللي عنده فيروس C حياخد العلاج على طول في خلال أيام حيكون عمل التحليل التأكيدي ويتحول إلى مكان العلاج والكشف والعلاج بالمجان على نفقة وزارة الصحة أو نفقة الدولة طب حضرتك دلوقتي بقولك النقطة مهمة جداً إن الفيروس C في معظم الحالات أو عنده معظم المرضى ما فيش أعراض وإحنا عندنا هنا ثقافة في مصر طالما أنا موقعتش من طولي مروحش للدكتور فأنا يعني أعيز أعرف أنا حضراتكم أكيد بيبقى في مجهود عليكم في قصة إن أنا أكشف على الناس أو أقولوا أنا بطمن إذا كان أنت عندك فيروس ولا لا هذه الفكرة من المسح السكاني فيروس C مالوش أعراض إلا لما بيعمل مرض متقدم قوي في الكبد واكتشاف الفيروس في مراحلة المبكرة بيبقى علاجه سهل جداً والكبد بيشفى تماماً وما يبقاش الشخص عنده أي مشاكل في الكبد بعد كده عشان كده إحنا بنشجع كل الناس إن هي تحلل كل واحد لازم يحلل يعرف عنده فيروس C ولا لا لأن دلوقتي اللي عنده فيروس C هيتعالج وهيخف طبعاً ونسبة الشفاء في اللي ما عندهمش أمراض متقدمة في الكبد تقريباً 100% العلاج سهل وبسيط ومدهوش أسار جانبية ومدهوش مضعفات طبعاً يعني أولاً العلاج بيمنع المرض في المستقبل ونمرأة اتنين بيمنع إصابة الآخرين لأنه فيروس C فيروس معدي والمريض اللي ما اكتشفش عنده الفيروس بيبقى مصدر عدوى للآخرين في السنوات الخادمة آه طيب إزاي بينطاق الفيروس C من مريض لآخر الفيروس C بينطنقل عن طريق الدم ومشتقاته آه معادي عن طريق الدم معادي عن طريق الدم يعني لو أدوات جراحية مش معقمة لو حقاً مشتركة لو فورشت سنين مشتركة مسحلاء مشترك كل دي حاجات ممكن تنقل الويروس عادات سيئة ممكن تنقل الويروس هي معظمها عادات سيئة أو هالف كار سيربسز أو خدمات صحية مستوى متدني من الخدمة الصحية كان زمان بيتنقل عن طريق الدم ونقل الدم لما ما كانش الدم بيتحلل الفيروس C دلوقتي كل الدم تقريباً بيتحلل الفيروس C وبيكتشف وما فيش نقل ما فيش انتقال عدوى بنقل الدم إلا فيما نادر كل ما نعالج ناس أكتر بتقل فرص الإصابة أكتر فالمسح الشامل ده لو قدرنا نوصل لمعظم المرضى ونعالجهم أو معظم النصابين ونعالجهم مش هيبقى فيه عدوى جديدة في فيروس C في مصر كويس قوي احنا دلوقتي يا فندم قطعنا شرط كبير جداً في العلاج الخاص بفيروس